كانت المفاجأة الجميلة جدا ان هي اعتنقت الاسلام ودخلت في الاسلام على المباشر في لايف على تيك توك وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ودي كانت اعظم حاجة حصلت في الفترة اللي فاتت تخيلوا ان دماء اطفال غزة تنشر الاسلام في العالم ده اللي ممكن يكون عنوان الفيديو ده مش هي الوحدة على فكرة دوروا وشوفوا على اليوتيوب وشوفوا في السوشيال ميديا كمية الفيديوهات اللي طلع فيها ناس بتعتنق الاسلام وبتدخل الاسلام علشان بعد ما شافوا الحاجات اللي بتحصل في غزة وكمية الالم والحاجات اللي هي تقطع القلب اللي بتحصل لاخواتنا في غزة ورغم كده عقدتهم مخليهم يتمسكوا بالدين وقريبين من ربنا وبيستشهدوا بيقدموا ابنائهم فداء لوطنهم بكل رضا وبيحتسبهم عند ربنا وعارفين ووثقين تمام في الله ومقتنعين تمام الاقتناع ان ده امر ربنا وان ربنا هيعواتهم خير وان الشهيد بيشفع لسبعين من اهله كمية الناس اللي دخلت الاسلام بسبب الحاجات ديت كفيلة ان هي تقولك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مهما حاولتوا تغيروا الحقيق مهما حاولتوا تبينوا للناس ان انتوا على حق واحنا على باطل لا ربنا بيطلع من قلبكم وشهد شاهدهم من اهلها دي فنانة امريكية او بلوجر امريكية ولها متابعين كتير ومدى تأثيرها لها تأثير على ناس كتير وغيرها 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 ربنا اراد انه ينشر الاسلام على لسان واحدة ما كانتش تعرف حاجة عن الاسلام وان هي تقول في بس مباشر اللي انتوا هتسمعوه ده اسمعوا كده اجمل حاجة ممكن تسمعوها النهار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول محمد رسول الله رسول الله صلى الله صلى الله ضد اعلم عليهم والسلم وسلم وسلم ما شاء الله والسلم ماشاء الله والسلم اشتركوا في القناة